بتأكيد عندما نتحدث عن القضايا الفلسطينية القانون الدولي دائما يعني يأتي في الصدارة وهو رقم واحد صحيح من وجهة نظرك القانون الدولي لعب دور إيجابي أم سلبي في التعامل مع القضايا الفلسطينية دعنا من الماضي والتاريخ الصحيق والأرقام والتواريخ التي يعلمها السيدات وسادة المشاهدين ولكن الآن ماذا فعل القانون الدولي في انتفادة الأخصى أو المهاجد المسلحة ما بين حماس وما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر من المفترض أن دولة فلسطين وجامعة الدول العربية والمحامون وكل الدعاوة والمطالبات القانونية للمحكمة الجنية الدولية لا تتأسس في طلب سواء كانت إحالة من 6 دول حالة فلسطين إلى المدار العامة لمحكمة الجنية الدولية أو سواء مناشدات ومطالبات وأعلام ورأي عام كلها لا تستند في المقام الأول إلا على بيانات وإفادات وشاهدات وأرقام وإحصاءات الأمين العام للأمم المتحدة وكافة الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة على مدار الساعة جهاراً نهاراً وهي المصادر الموفوقة للمدار العام للمحكمة الجنية الدولية اللي أتى هنا إلى مصر ومن معبر رفع وفي العريش وأعلن رسمياً ضم التحقيقات الجنية التي بدأها المدار العام للمحكمة الجنية الدولية عام 2021 بشأن جرائم الحرب وأيضاً سواء كانت جرائم حرب انتكابها الجيش الاحتلال الإسرائيلي في عام 2014 ما سمته إسرائيل حينئذ حملة الجرف الصامد وأيضاً جرائم الحرب المتمثلة في المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية المدار العام للمحكمة الجنية الدولية هنا من مصر وليس من بقعة أخرى في أركان المعمورة أعلن رسمياً ضم الانتهاكات الجسيمة الحاصلة للقانون الدولي الإنساني إلى التحقيقات الجنية التي بدأها بالفعل إذن الصحة العالمية واليونسكو واليونسيف والأغذية والزراعة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة الذي ربما لا تجدد له الولاية الثانية بسبب القضايا الفلسطينية وأيضاً تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ذاته بشأن فلسطين وبشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المتمثلة في جرام حرب وجرام ضد الإنسانية مدعاء في غزة منذ اليوم التالي لانتفاضة الأقصى 8 أكتوبر 2023 كل هذا القانون الدولي والإفادات هي تمثل الصدارة وتمثل قمة هرم تثبيت الدعاوة ضد الإسرائيليين